السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا بخير وفي خير وفي صحة وفي سلامة وفي سعيدة قبل ما نجي نشوف ايه ده نقول باسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الي نشوف ازاي يعملوا عناakukan الصف دول جمال دولjer عليكم بระسال قواة ميت الف جنيهได้ بالتمام والجمال كل شهر بقبض من اليوتيوب 100 ألف جنيه لو عايز أخدهم بالدولارات بأخدهم بالدولارات بسنا بحب أخد بالمصري عشان زي ما انتو شايفين كده المصري يكسب يبقى كتير كده قدام كده وعد أتفرج عليهم تمام؟ قولولي بقى كل واحد عايز يعرف أي حاجة أي سؤال يقولي في الكومنتات تمام؟ انت تعرفوا أن أقل درجات الرزق هي الفلوس أقل درجات الرزق هي الفلوس بصوا 200 بدي كلها 200 بصوا ميات ومتنات زي ما انتو شايفين كده أنا فرشة في الصالة وقعدة بصوا على طرابيست السالون طبعا كل عمال يسأل هي بتفرجنا على الفلوس ليه وبتقول لنا كده ليه تعالوا بقى نشوف الموضوع الحقيقي اللي خلاني أعمل الفيديو الجميل دوت الموضوع ها هو قريبي وجراني وأهلي وناسي وكل اللي حوالي حتى ترى لكي أشكر ربنا على طول جايب أنتري جديد جايب مطبخ جديد جايب ذهب زي ما انتو شايفين كده ده جزء من الذهب بتاعي ربنا كرمني بقالبس حلو وبأكل حلو وبأخرج وبروح وباجه والحمد لله ده كرم من ربنا اللهم اخرجني من حولي وكوتي إلى حولك وكوتك يا الله مش مني ده من ربنا ليه عشان بحمد ربنا على طول واللي يحمد ربنا ربنا يزيده ويزيده ويزيده وأهم حاجة يا جماعة الصحة الفلوس دي أخر حاجة اللي واحد يفكر فيها الفلوس بتروح وتيجي تمام؟ أهم حاجة الصحة نخش في الموضوع بقى على طول عشان ما اطولش عليكم طبعا اليوتيوب بيكسب ومش إليه بيكسب كتير جدا 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 بس مش أنا مش قناتي الزغيرة اللي مش جايبة مشاهدات أصلا يعني أنا بنازل الفيديو يوم ما بيتعظم ويجيب مشاهدات بيجيب مت مشاهدة ليه؟ عشان الحمد لله محتوية طبخ مش مفهوش حاجة كده ولا كده وفي ناس ربنا كريمها كتير وده كرم من عند ربنا وأنا فرحانة بدوت إن أنا بعملش حاجة تقدم ربنا وبعمل الصح وبعمل كل اللي يردي ربنا وبعمل كل اللي يردي اللي حوالي يعني أهم حاجة أردي ربنا تمام؟ والحمد لله رب العالمين أنا بيزدعلان إنها مش جايبة مشاهدات أنا فرحانة جدا بس اللي بيزعلاني بقى إن الناس بتقول إن أنا بقبض من اليوتيوب كل شهر مئة ألف جنيه وسعاد بيعدوا انت بتقبض كان بتقبض خمسين ولا بتقبض ستين ولا بتقبض عشرة بقول لهم لا أنا بقبض مئة ألف عشان كده تلقيت عملت الفيديو دوت تمام؟ دي فلوس جمعية يا جماعة ده مش القبض بتاع اليوتيوب ولا حاجة دي فلوس جمعية إحنا عاملينها عشان تسند الحال شوية إحنا ربنا كريمنا والحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً طيباً الجامعية بتيجي بترفع في البيت أجدد حاجة في البيت أعمل حاجة طبعاً الفلوس لو سبناها للأكل والشرب هتخلص على الأكل والشرب فلاتباً ناخد جزء كده نعمل بجامعية نقدر نجيب بدهب نشيله للوقت اللي إحنا عايزينه ونقدر نجدد بيدنا نعمل أي حاجة الناس بقى شايفة كده بيحسبوا إن ده قبض اليوتيوب لا يا جماعة اليوتيوب بيكسب بس الناس اللي عندها مشاهدات عندها ملايين المشاهدات عندها المشتركين ملايين المشتركين مش أنا ويا ريد بقى كل الناس تسكت بقى كده وتقول إيه إن الله حق مش كل ما شوف حد يقول أنت بتقبضي كم من اليوتيوب بتقبضي كم من اليوتيوب الفلوس بتروح وبتيجي أهم حاجة الرضا الله يا جماعة أنا ما بيهمنيش أخد كام ولا ما أخدش كام أنا محتوى بقدمه تعليمي بفرح لما أقدم أكلة كده وحد يتعلم منها حاجة بفرح لما أخرج خروجة كده وتكون على قد الإيد بفرح لما روح محل أشتري منه حاجة واعمل عنه فيديو والناس تروح تجيب منه الحاجة وهي رخيصة بفرح بالكلام ده كله مش مهم بقت شهر مش مهم تريند مش مهم مليون مشترك مليون مشاهدة مليون جنيه لا أهم حاجة عندي فرحة الناس بجد والله أنا بحب الناس جدا وبحب أفرحهم وفيه ناس عارفة كتير عني الكلام دوت فيارب الناس بقى اللي فاكرة بقى فعلا بقبض من اليوتيوب مئة ألف جنيه كل شهر يسكوتوا بقى ويعودوا سكتين والفلوس مش كل حاجة زي ما قلتلكم هو اليوتيوب بيكسب بيكسب حلو قوي 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 بس مش أنا أنا أخر حاجة يعني يوم ما باخد يعني فلوس من اليوتيوب ومن سنتين هي مئة دولار وكنت فرحانة جدا وقعدت سنتين عشان أجمعهم مئة دولار جمعتهم من اليوتيوب يارب تكونوا باستفدتوا بالفيديو بتاعي دوت وأسفة جدا على العنوان اللي أنا كتبه أبد من اليوتيوب مئة ألف جنيه شهريا عشان الناس تخش وتعرف إن أقل درجات الرزق هي الفلوس الفلوس بتروح وتيجي أي يعني لما ربنا يديني فلوس كتير أو أخد فلوس كتير من اليوتيوب بس أخسر بيتي وأخسر حياتي وأخسر ولادي وهتطر أصور حاجات وأعرض حاجات وأعرض حياتي كلها بعدما Earكتب أعرض في المطبق بس أعرض بلادي وأعرض جوزي وأعرض حياتي لأن هيتطلب مني فيديوهات أكتر وأكتر الناس بتحب تخش في حياتي الناس närم due afternoon في فسح لا وتعرض حياتك زي ما أنتو شايفين فاديت الفلوس لما أخسر حياتي وجوزي وأولادي. أنا عندي جوزي وأولادي وأهلي وبيتي بالدنيا واللي فيها. الحمد لله الحمدا كثيرا طيبا الحمد لله والشكر اللي على النعم اللي أنا فيها يا رب. بحمد ربنا بحمد ربنا كثير الحمد لله والشكر اللي يا رب. إن أهم حاجة الصحة أنا ملايين الدنيا ما تفرقش معي. يا مسكنا فلوس وضيعنا فلوس وودينا فلوس وجبنا فلوس وراحت فلوس وجد فلوس. بس بجد بجد أهم حاجة الصحة وراحة البال. أعرف ناس عندها فيلال عندها عمارات عندها ملايين. قسم بالله العظيم ما بتنامي الليل. فايدة إيه الفلوس يا جماعة اللي ما بتخليش حد ينامي الليل. وما يكونش عنده راحة البال. يا رب تكونوا استفدتوا معي. ولو بحاجة بسيطة أو بكلمة بسيطة. وحب أقول للناس. محدش يتدخل في حياة حد. وكل واحد يخليه في حاله. البيبان مقفلة على صحابها. وكل واحد عنده اللي مكفيه. يا رب تكونوا استفدتوا معي النهاردة. ودي الجامعية. واللي عايز فلوس يتفضل ياخد. وأنا تحت أمركم في أي حاجة. يا رب اسعد الناس كلها. يا رب براحة البال. وارزق الناس كلها. وما تحرمش أي حد من أي حاجة. أهم حاجة الصحة يا جماعة. احمدوا ربنا. احمدوا ربنا كثير عن نعم اللي احنا فيها. احمدوا ربنا كثير عن طريق الناس. وده قبضي من اليوتيوب. 100 ألف جنيه شهريا. كده وكده طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع فيديو آخر إن شاء الله.